موسيقى بذلك جميلة في الناس كيف تطورك عن كل المتحولات و أتحدث معك ما هي؟ و لا يمكن أن تكون فكرة ماذا هو هذا؟ أنه يدفع عن نفسه من خلال تطور الفيروس دائما يدافع عن نفسه من خلال تكاتوره يقوم بإمكانه من خلال تكاتوره يدفع أخطاء وهي الأخطاء يؤديه لظهور واحد تفارت هذه تفارت تغيير البروطينات الموجودة في الفيروس إذن تغيير هذا يكون بعض المرات عنده مثلاً واحد الخطر إذا أنه مثلاً يعطينا المرض كي يقول لي أحارج كثير أو مثلاً ما يبقى لأدوية ضده أو ما يبقى لأدوية ضده لحد الآن الفيروس الذي موجود وهو نفس الفيروس السارس كوفد عنده خاصة وحدة هو أنه سرعة التفشي بين الأشخاص هذا غير بريد أن أكد إذا وخير يكون السلالة رقم واحد ولا جوجودة ثلاثة ولا ربعين ولا خمسين الكمامة الحدل الآن نافعة التباعد الجسادي نافع مثلاً ما يسمى بالنظافة ولا استعمال معقيمات مهم جداً والشيء الرابع الذي بريد أن أكد عليه والكثير يتنسونه هو أن التجمعات الله يجازيكم بخير إذا لم يكن لأحد تجمع ضرري لا تديروه لأن في التجمعات يكتر انتقال الفيروس ولسيما لكانت هذه السلالة تنتقل بسرعة إذا كنا كنا نقلوا غير من واحد مثلاً جوجودة ثلاثة الأشخاص لبعو شخص واحد يمكن يعدي خمسة وهناك يمكن لكم تشوفوا إذا كان واحد انتقال أسي بأنه بسرعة كبيرة بأن يكون تفشي الفيروس إلا غير هو من نسبة اللقاح المجموعة الأولى والمرحلة الأولى ستكون مخصصة للناس لفضعيات هشة صحية لسبب بسيط هو بغينا هذا الناس نحميهم باش ميطوروش هاد الأعراض الحريجة وميمشوش للإنعاش ونبقاش الضغط كبير للإنعاش وميكونش لوفاية إذا هادو عادي نبداو بيوم بالنسبة الأشخاص اللي ماشي كان منعوم لأنا ما كيناش البيانات الكافية باش نقولوا نعتوه لهم مثلاً كما قلت النساء الحواميل بالنسبة للنساء المرضيعات وكين الناس اللي عندهم حساسية مفرطة ماشي الحساسية العادية اللي كنظروليها كلاها هذه ولا كلاها هذه بينما الحساسيات اللي كتكون باينة في أدوية أخرى علشانك يوقع الدور ديالما هو طبي والأطر الطبية في النصح لهذا الأشخاص هنا كينالخلط بين جوج الأشياء كينالمناعة الجماعية ومناعة القاطح مناعة القاطح هو أخلاقياً لا يمكنه تقبلها شنو كنقول في مناعة القاطح متى واحد ما يتلقى عادي نخلل الناس يدوزوا الفيروس لبعضياتهم تنوصلوا واحد نسبة ديال 70% شنو كنو كنو كنعملو هنا كنضحيو وهذا مهم نستعرفه كنضحيو بواحد ناس اللي في وضعيات هشاشة صحية كنقول ناس اللي في وضعيات هشاشة صحية كنقول ناس اللي في خمسة وستين عام اللي مرض بسكر وخيموتو ونحن نوصل للك 70% هذا مرفوض جداً هذا ما يسمى مناعة القاطح مناعة الجماعية شنو كتقول كتقول حنايا باستعمال اللقاح هيك اللي كنعرفوا الأعراض الجانبية دياله كتابتنا مناعة مكتسبة نوصلوا الـ 70% وهذه اللي كتابتنا لك من يكونوا الوصول الـ 70% كم ننخلنا نقولوا بان نتوقع الفيروس ممكنه شنو فين انتشر بسرعة كبيرة إذا علاجنا في الحد الآن كمضمن لوصلنا الـ 70% باللقاح ستكون عندنا واحد المناعة جماعية اللي هي ليست مناعة القاطح مناعة القطح هي ما كتطلبش غير مدة زمنية كتججد الأشياء كتكون عندك واحد الخطة ايضاً إذن لكي نلقحوا واحد العدد من الأشخاص يجب أن يكون لدينا جراعات كافية إذا نحن في المرحلة المغرب وستراتيجية المغرب في المرحلة الأولى يجب أن يكون لدينا جراعات كافية ويجب أن نحمي وغير الأشخاص في غضعية هشة إذن نقوم بهذه العملية على أمل أنه في شهر مارس أو أبريل تكون لقاحات أخرى والناس التي تتناسب أن هذه العملية التلقيح الجماعي ستنتهي نار الذي يجعل اللقاحات يدخلهم الشركات ويقومنا به بالنسبة للإنفلوانزة كيف يشري الشخص يشري اللقاح الراسه إذن هنا نظن بأنه الوقت الذي لدينا هو أنه في الوقت يكون واحد أو ثلاث شهور لكي نأخذوا واحد المناعة ونحميوا هذه الأشخاص ومن بعد ستة شهور من البداية ربما نحميوا ونوصلوا إلى هذه السبعين في المياه وهو في الحقيقة هذا ما نتمنى لأن السؤال التي تتمنى وهنا السؤال العودة إلى حياة طبيعية ديفا تركز علي وهنا هذا ما نتمنى العودة ستكون لا ضرور إن شاء الله لأننا أثقوا في العلم وأثقوا في الإمكانيات العلمية اللي نتمنى هو أنه نحن كأشخاص وكدولة نغير الأولويات دينا حتى ذلك الحجر كان مهم لأننا نرى أشخاص من الأولويات دينا وربما لا نركزنا على هذه الأشياء ربما لن نعود إلى الحياة الطبيعية مئة في المئة كما نعرفها قبل الكوفيد ولكن ربما لن يكون جوانب أخرى اللي حسناها في حياتنا ترجمة نانسي قنقر